مجاز الثالثة من التلفزيون المصري أهلا بكم استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامة أراضي الدولة عددا من الموضوعات محل الدراسة وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الرئيس سيسي بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة والتوصل إلى سبل استغلالها على الوجه الأمثل وخلال الاجتماع تم عرض مخطط تطوير العمراني لمنطقة الفوسطات وموقف توسعات ميناء الإسكندرية والمواقع المقترحة للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة وكذا المواقع المقترحة لتنفيذ مراكز تجميع الألبان بمختلف محافظات الجمهورية بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزيرة الهجرة سوها جندي عددا من ملفات عمل الوزارة وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة جهود إنشاء شركة المصريين بالخارج لاستثمار التي تعد مشروعا وطنيا يستهدف دعم الاقتصاد المصرية من جهته أكد رئيس الوزراء أن إقامة شركة تهدف إلى تشجيع المصريين بالخارج على التوسع في الاستثمار في بلادهم تعد خطوة مهمة ضمن جهود عدة تقوم بها دولة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة في مختلف المجالات داخل مصر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية وأقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء مشددة على أنه لا توجد أي مقترحات للمساس بمجانية التعليم بالجامعات الحكومية حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة تتابع مصر بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان إثر الاشتباكات الدائرة هناك وطالبت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية جميع الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق وإعلاء للمصالح العليا للوطن رحبت مصر بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي وأكدت دعمها الكامل لأي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وأشار بيان أصدرته وزارة الخارجية إلى ما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية وهما تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدامة ختم وقفتنا لأخبارية الموجزة شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء اشتركوا في القناة